الأخبار فيما حدث اليوم أو مع النادي الأهلي في مونديال الأندية في السعودية النهاردة سيكون معنا زملتنا هنا أبو القاسم إزاي كهانا؟ إزاي حدوثك يا كابتن طبعا برحب بحدوثك أنا كويس الحمد لله وبرحب طبعا بحدوثك يا كابتن هنا وبكل مشاهدي قناة الأهلي والحيانة سعيدة جدا وفخورة أكيد أن أنا متواجدة مع حضراتكم وبغطي فقرة الأخبار في الأهلي في المونديال السنة الثالثة على التوالي وأكيد بنتمنى إن شاء الله بإذن الله خليني بقى نبدأ أخبارنا النهاردة وطبعا هيكون معينا أخبار كتير متعلقة بالنادي الأهلي وكمان الفرق المشاركة في مونديال الأندية والبداية هتكون مع المارض الأحمر اللي أنهى ميرانو الختابي مساء اليوم الذي أقيم على ملعب التدريب الثالث بمدينة الملك عبدالله الرياضية استعدادا لمباراة اتحاد جدا السعودي بدأ الميرانو بمحضرة نظرية للمدير الفني مورسيل كولير الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة وكذلك منح بعض التعليمات اللي لعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدا وخاض لعب الفريق فقرة بدنية تحت قيادة أندريس أندويا مخطط الأحمال قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة واختتم الميرانو بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة كمان لسا مستمرين مع أخبار النادي الأهلي ولعبه الفريق طبعا تفقدوا ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجده والذي سيحتضن لقاء الأهلي والتحاد جده السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 23 يعني طبعا يا كابتن إسلام ويا كابتن هاني بكرة هتكون مواجهة مهمة جدا ويمكن كلنا منتظرينها خلاص باقي ساعات على هذه المواجهة فعايزين نعرف طبعا توقعات بقى حضراتكو لمواجهة غدا أنا ما توقعات مفيش توقعات النهاردة خلاص ننتظر بكرة إيه اللي هيحصل لأنه بكرة مباراة زي ما أنا بقول دايما أنا هي 50-50 يا كابتن هاني يعني صعبة جدا أننا نتوقع المباراة ولكن أنا متوقع إن شاء الله أن النادي الأهلي بكرة كل لعبة فيه تبذل أقصى جهدها إن شاء الله عشان خاطر جمهور النادي الأهلي أنا كمان متوقع يعني الصورة هتكون مختلفة شوية عن يمكن الأسباع اللي فاتت سواء على مستوى الدوري أو على مستوى بطولة أفريقا هنشوف النسخة اللي احنا بنحبها للنادي الأهلي المباراة 50-50 وزاي ما بنتكلم الحزوز متساوية ولكن يعني توقف على مجهود اللعبة بكرة على تركيزهم على إصرارهم على حاجات كتيرة جدا جدا فأتمنى إن شاء الله كل جمهور النادي الأهلي وأعتقد كل الجمهور المصرية يتمنى إن شاء الله فوز النادي الأهلي بكرة متأكيد وأكيد كمان الجمهور هيكون لها دور كبير في مباراة غدا يعني بكرة محمود شوقي مبارح لو حضركتا تذكر يا كابتن هاني كلم معنا وقالنا إنه عندنا عدد كبير جدا جدا بسم الله الرحمن الرحيم 16 ألف ونص أهلاوي حيكونوا موجودين بكرة على الأقل في الملعب الحجز وتذكر مباشرة باسم النادي الأهلي ما معرفش الباقي كاب حتى في الناس المقيمة والمصريين المقيمين في الصعودية دخلوا يعني شاء الله بإذن الله على الأل نص الاستادي كنا مملوء بالنادي الأهلي وانت لما عارف بقى لو 20 ألف موجودين من نادي الأهلي أكيد الصوت الجماهير إن شاء الله بإذن الله يكون داعم أساس بكرة إن شاء الله أكيد طبعا كل توفيق لرجال النادي الأهلي وخلينا نكمل مع حضراتك وأخبارنا النهاردة ونروح بقى للاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد جدا السعودي اللي أقيم صباح اليوم باستاذ الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنصق ومدير اللوائح والترخيص بالنادي وكابتن خالد بيبو مدير الكرة ودكتور أحمد جبالة طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنصق الأمني وأحمد الطوخي مسؤول التسويق بجانب ممثلي نادي أتحاد جدة بالإضافة إلى المنصق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهل زي والتقليدي المكون من القميس الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق فيما يرتدي فريق اتحاد جدة طاقما مكونا من القميس الأصفر والأسود والشورت الأسود بينما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي بالكامل ولسه مستمرين مع أخبارنا والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلب من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الحصول على قميس الأهل الأساسي والاحتياطي ونقفا من لعبي موقعا من لعبي الفريق من أجل وضعه في متحف فيفا وقام مسؤوله بعثة الأهل برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي بتلبية طلب مسؤولي الاتحاد الدولي مباشرة وتم تسلمهم قميس النادي الأهل الأساسي والاحتياطي وعليه توقيع لعبي الفريق الأول لكرة القدم كمان النهاردة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندي 2023 والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية تسلمت كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الأهلي في موسم الماضي وكذلك قميس النادي الأهلي وعليه توقيع اللاعبين بالإضافة إلى عالم النادي وحصلت اللجنة المنظمة على كأس إفريقيا وقميس الأهلي وكمان من أجل تزين ملعب الجوهرة بهم قبل مواجهة اتحاد جدة غدا نروح بقى لأخبار فريق اتحاد جدة وأكد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق الاتحاد السعودي أن المواجهة المقبلة أمام الأهلي لن تكون سهلة مشيرا إلا أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز حتى النهاية في كأس العالم للأندي وذكر بنزيمة أن جميع الأندية المشاركة في المونديال فازت بألقاب وجميعها ترغب بالفوز والظهور بشكل جيد في البطولة ولسا مستمرين مع أخبار فريق اتحاد جدة وأكد النجم البرازيلي فابين يلاعب فريق اتحاد جدة السعودي أن هدف الفريق الرئيسي هو الفوز بالبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ويجب الاستعدادات بشكل جيد لمواجهة الأهلي يكون فريق يمتلك القوة والجودة خاصة أنه معتاد على المشاركة في هذه البطولة لذلك ستكون مباراة قوية بين الطرفين مشيرا إلى أن الأهم هو الوصول إلى النهائي نروح بقى للمباراة الثانية اللي هتقام بكرة ويتطلع طبعا فريق ليون المكسيكي وأوراوة رد دايمنز الياباني ببلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية عندما يلتقيان غدا الجمعة في دور الثاني للمونزيال وخلال المباراة التي تجرى على ملعب عبدالله الفايصل بحلم الفريقين بالمضي طبعا قدما نحو المربع الذهبي وملاقات فريق منشستر سيتي الإنجليزي ويشارك ليون في مونديال الأندية لأول مرة وهو تاسع فريق من المكسيك يمثل كارة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى وكمان الكونكا كاف بينما الفريق الياباني فهو يستعد للمشاركة الثالثة في البطولة بعد عام 2007 والتي شهدت تتويجه بالمدالية البرونزية بينما كانت الثانية عام 2017 يخوض فريق فلومانانسي البرازيلي أولى استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية 2023 من أجل ملاقات الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد السعودي تلعب مباراة نصف النهائي بين بطل البرازيل والفائز من المواجهة العربية الأثنين في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتوجه فلومانانسي بلقب كأس كوبا لبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأردنتيني بنتيجة 2-1 نروح بقى للصحافة العالمية وأشارت تقارير صحيفة إلى أن بعثة فريق منشستر سيتي الإنجليزي ستصل إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية وأن لعبي فريق سيواجهون تدريبهم في مقر سكانهم على أن تنطلق التدريبات الرئيسية يوم الأثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة استعدادا لمواجهة الفائز من فريق راوة ريد دايمونز وليون المكسيكي في دور نصف النهائي من البطولة المونديالية وتعد هي المشاركة الأولى للسيتزينز في كأس العالم للأندية إذ لم يطبق له الوصول إلى المونديال بعد أن حصد لقب دوري أبطال أوروبا لسا مستمرين مع أخبارنا وأشارت تقارير صحفية أن هالند مهاجم منشستر سيتي الإنجليزي أصبح جاهز للمشاركة في مباريات الفريق في المونديال حيث يشارك أن الريجي في تدريبات السيتي بصورة طبعية ويلعب فريق منشستر سيتي الإنجليزي نصف نهائي كأس العالم للأندية 23 والتي تستضيفها السعودية حتى يوم 22 ديسمبر الجاري يوم الثلاثاء القادم مع الفائز من مباراة بين ليون وأوراوة في ربح نهائي وهالند تعرض لإصابة في قدمه خلال ميران الفريق بعد الخسارة من أستون فيلا بهدف وحيد فيه طبعاً الدوري الإنجليزي يعني طبعاً يا كابتن إسلام دي كانت أخبارنا النهاردة يا كابتن هاني قبل ما نختم بقى كلامنا يعني ممكن كمان أسأل كابتن إسلام إيه الرسالة تحب توجيها للعبين طبعاً كون حضرتك بقى شاركت في كأس العالم للأندية وكمان لعبت في فريق اتحاد جداً عايزة أقول لهم ركزوا في ماتش بكرة وماتش صعب جداً جداً عايزين نشوفكم في نهاية مونديان بسيطة جداً يعني الرسالة طبعاً رسالة كل الجماهير طبعاً سبورت لهم جداً وندعمهم ونصق فيهم وزي ما كان الإسلام وده أعتقد كمان هدف اللعيبة من خلال الكلام اللي يتكلموه فكان شناوي أو هاني أو كلهم يتطلعوا إن شاء الله لاستيب أعلى إحنا وصلنا للبرونزية تلاتة برونزية إن شاء الله يكون لنا نصيب ناصل المبرى النهاية إن شاء الله بالتأكيد يا كابتن هاني يمكن النادي الأهلي دايماً حيعودنا إنه ما فيش مستحيل فإن شاء الله بقيكم بيحق إنجاز جديد إن شاء الله فشكر حدرتك جداً شكراً لكي هاني شكراً يا هاني نوارتي شكراً جزيلاً لزميلتنا هاني أبو القاسم يعني سلسلة من الأخبار المهمة جداً دايماً اللي بنسمحها من زملائنا اللي بيكونوا موجودين معنا يومياً خلينا نروح مباشرةً إلى السعودية وازمنا النقد رياضي الأستاذ محمود شوئي ورئيس تحريب برنامج طبعاً الناشئين في قناة الأهلي خلينا أستاذ محمود إزايك يا حبيبي أهلاً بك يا محمود منوارنا ومشرفنا ونتواصل دايماً معاك عشان نعرف آخر الأخبار وآخر الكواليس بعستنا لاستعدادات النهائية الفريق النهاردة عرفنا من هو اتدرب تدريب خفيف ويمكن زار كمان